نشوف مستر مارسل كولر اللي قال كلام مهم جدا في حوار في جريد ابنك السوسرية الراجل كان في جريد ابنك السوسرية وكان بيقول ان جمهور النادي الاهلي هو الافضل على الاطلاق يعني قال قرنة الاجواء في مصر باي شيء في اوروبا غير ممكنة بسبب حماس جماهير النادي الاهلي وقال مارسل كولر ان اجواء الفوز بدوري ابطال افريقيا لا يمكن مقارنتها باي شيء في اوروبا المصريين متحمسين للغاية واحتفلنا بالفوز بدوري ابطال افريقيا حتى الرابعة فجرا وفي اليوم التالي اخبرني احدهم ان علينا الفوز بالدوري المصري وكشف كولر الضغط النفسي هائل هنا علينا الان اللعب كل 3 ايام مباراة لان في الموسم كان صعب جدا للغاية حتى الان لعبنا خارج ارضنا في دوري ابطال افريقيا في ماتشاط في الكونجو وفي غانا وفي تنزانيا وتوجد اختلافات في درجة الحرارة وفي الرطوبة جماهير الاهل اللي هو تريد معرفة هذه الامور اذا لم نفز يعني هو بيتكلم عن تفصيل اه قالك بيقولك لو ما كسبتش ما تدينيش مباريات يعني ده مبرر او ده معنى اللي بيقوله كابتن او مستر مارسل كولر اما عن رضا الجماهير فالوضع واضح اذا نجحت كل شيء على ما يرام اذا خسرت تتغير الرياح يكاد يكون من المستحيل ارضاء المشجعين الكلام اللي قاله مستر مارسل كولر ربما متعرفهاش قوي الاوروبا يعني اوروبا عندهم سخافة الفوز والهزيمة عادي انما الوضع في النادي الاهلي مفيش موضوع ده انت يا تكسب يا تكسب ده الوضع ده في النادي الاهلي هو الرجل متفاجئ بدا لكن الكورة مكسب وخسارة طبعا واوروبا كده ولما تكون خسران في الظروف الطبيعية مفيش اي مشكلة وتشوف اخطائك وتصلحها وتكسب لكن جمهور النادي الاهلي هو خلص الاثناشر قالك الدوري فيه احنا لازم ناخد الدوري هو ده السر في شخصية البطل في النادي الاهلي ان انت خلاص خدت البطولة فكرت في اللي بعدها ومطالب باللي بعدها مش تحصيل حاصل لا مش ان الاهلي خلاص خد دورة بطالة افريقيا فخلاص بقى يعني احنا كده متأهلين لدورة بطالة افريقيا ومتأهلين لكسر عام 25 وفي انتر كونتينت خلاص لا ما انتهاش ده انت مطالب بكل البطولات اللي جاي وهي دي اللي دايما اي مدرب مش متعود على ده بيجي يتفاجئ بيها يمكن مستر مارس الكونتر اقلم بسرعة وكان مردوده هايل وبطلطين افريقيا ورا بعض وكل حاجة لكن هو برا بيحكي عن ان هم بيتكلموا في شيء في اوروبا بالنسبة لهم ده مستحيل لكن قدر اللي اشتغل في الاهلي انه هو دايما مطالب بالمركز الاول في كل البطولات اللي هيخشها والنتيجة انه هو جايب 8 بطولات في 200 واحد ماتش 101 ماتش اسف ف8 بطولات في 101 ماتش ده ده مش شيء سهل وبالنسبة له هو وبالنسبة لتاريخه والكاريرو ده شيء اعجازي يعني تعالوا بقى